السلام عليكم طبعاً وفي البداية كل الاحترام والتقدير لمن ينادي بتنفيذ مشروع منخفض القطارة بأي شكل وكذلك كل الاحترام والتقدير لمن يعارض تنفيذ أي مشروع لملء المنخفض ده بالمياه أنا مش متعصب لأي فريق منهم لكن أنا أنتمي لأحد الفريقين ولي رأيي أولاً اقتراح استخدام المنخفض في أننا نملاه ونخزن فيه المياه العزبة فأنا مقتنع أنه اقتراح خاطئ لأننا ما عندناش أصلاً مياه زائدة عن احتياجاتنا علشان نخزنها في منخفضات كبيرة بالحجم ده وحتى لو جاءنا فيضان صيفي غزير في أحد السنوات أو لو حصلت معجزة إفريقية واستطعنا نخلي مياه نهر الكنغو توصل لمصر فأيضاً هيكون تخزين المياه العزبة دي في منخفض القطارة خطأ كبير لأنه قاع المنخفض ممتلئ بكميات كبيرة جداً من الأملاح الأملاح دي هتفسد عزوبة المياه الحلوة اللي هنخزنها في المنخفض وهتتحول لمياه مالحة فنلغي مقترح تخزين مياه عزبة في منخفض القطارة وخصوصاً لو كانت مياه النيل أو فرع رشيد لأنها مياه موسمية قليلة أصلاً ومش بتكفينا وما عندناش إحنا مياه زيادة علشان نرميها على كتر الملح المتحجرة اللي موجودة في أرضية المنخفض المخترح الآخر اللي كلكم عارفينه هو أننا نعمل قناة تمتد من البحر المتوسط إلى منخفض القطارة الأرض اللي بين منخفض البحر المتوسط وبين منخفض القطارة هي اللي هتمر فيها القناة أيوة البحر المتوسط يعتبر منخفض وأي مسطح مائي متصل بمنظومة بحار ومحيطات العالم هو عبارة عن منخفض ولكنه ليس جاف أو فارغ إنما منخفض البحر المتوسط ممتلئ بالماء المالح وسطح ماء البحر ده منسوبه بياخد الرقم صفر اللي هو مستوى سطح البحر والأقل منه بيكون سالب يعني أقل من صفر أقل من مستوى سطح البحر والأعلى منه بيكون هو الأرض اليابس القرات والجبال اللي عليها دي منسوبها أعلى من سطح البحر منخفض القطارة هو عبارة عن أرض منخفضة عن المستوى صفر بمعدل من واحد متر لحوالي خمسة وتمانين متر تحت مستوى سطح البحر كأنه حمام سباح كبير طوله حوالي متين وستين كيلو متر وعرضه بيتراوح مثلا من عشرة كيلو متر وبيوصل مثلا لمية وخمسين كيلو متر ومساحة الأرض اللي مستواها من صفر فما أقل يعني مساحة المنخفض حوالي عشرين ألف كيلو متر مربع فهو عبارة عن حوط سباح كبير جدا لكن طبعا شكله مش منتظم وأيضا هو جاف حتى الآن يعني مفهوش مية ممكن فقط تجد فيه مياه قليلة جوفية أو شوية رطوبة بسبب أمطار الشتاء لكن هو كان مليان مية ربما من ملايين السنين ببساطة إحنا لو حفرنا قناة توصل البحر المتوسط بالمنخفض ويكون منسوب قاع القناة دي مثلا واحد متر تحت مستوى سطح البحر ده في بدايتها عند البحر المتوسط ونجعل القناة تميل كلما اتجهت للجنوب ويصل قاعها لمستوى مثلا سالب سبعة يعني سبعة تحت مستوى سطح البحر الكلام ده عند نهايتها على حوف المنخفض في مياه البحر المتوسط هتتضفق في الحال إلى القناة وهتكون نهايتها على حفة المنخفض عبارة عن شلال قوي الشلال ده عبارة عن مية بتنزل من الأنبوب الضخم اللي هو مخرج القناة على حفة المنخفض ويبدأ بقى المنخفض يتملي بالمية تدريجيا لغاية ما يكون عندنا بحيرة ملحة تتحدد مساحتها بحسب كمية الماء اللي هنسمح لها تيجي من البحر المتوسط طيب إيه حجم المية اللي ممكن نخليها تملى المنخفض ده؟ دعوني أقول إنه الأرقام هي اللي بتحدد مدى جدوة المشروع ده وإذا كان مفيد ولا مش مفيد إنت عندك منخفض مساحته حوالي 20 ألف كيلو متر مربع ودي طبعا مساحة كبيرة جدا لو هتملاها لغاية مستوى ناقص 30 مستوى سالب 30 فهنقول إننا هنملاها بمساحة 15 ألف كيلو متر مربع يعني مش هنملاها لغاية حفته ومش هنملاها لغاية آخره فمش هيبقى لمساحة 20 ألف كيلو متر مربع طيب دي المساحة فماذا عن حجم المياه يعني كميتها؟ الحجم بيساوي المساحة مضروبة في الارتفاع وممكن هنا نسميه العمق بدل ما نسميه الارتفاع العمق هو عمق البحيرة التي ننوي تكوينها في المنخفض يبقى حجم السطح نضربه في العمق يساوي 15 ألف كيلو متر نضربها في أربعة من مية كيلو متر أيوة العمق اللي هنملاها هيكون في المتوسط أربعين متر يعني أربعة من مية كيلو متر ما هو أنا لازم أضرب كيلو متر في كيلو متر مش أضرب كيلو متر في متر ببساطة المتر المربع يا جماعة هو مساحة مربع طول دلعه واحد متر والكيلو متر المربع هو برضو مربع طول دلعه واحد كيلو متر أما المتر المكعب فده حجم يعني مكعب طول دلعه واحد متر والكيلو متر المكعب ده برضو حجم يعني مكعب طول ضلعه واحد كيلو متر طبعا يبقى مكعب ضخم المهم انه حمام السباحة الضخم ده اللي هو منخفض القطارة هيقدر يشيل كمية مياه مخضارها ستمائة كيلو متر مكعب فقط ستمائة كيلو متر مكعب يعني ستمائة مليار متر مكعب لانه الكيلو متر المكعب الواحد فيه مليار متر مكعب فاكرين كمية مياه النيل اللي بتجلنا من السودان اللي هي حصتنا في مية النيل حوالي خمسة وخمسين مليار متر مكعب سنويا انا تخيلت اننا هنسمح انه كمية مياه مقدارها عشرين مليار متر مكعب نخليها تصب من القناة للمنخفض كل سنة شوفوا معايا وركزوا ورجعوا ورايا حساباتي ولو انا غلطان صح حولي لو قسمنا ستمائة مليار متر مكعب اللي هي الساعة التخزينية للمنخفض عند منسوب تلاتين متر تحت سطح البحر لو قسمناها على عشرين مليار متر مكعب اللي هنملاها كل سنة فنجد انه المنخفض هيتملي للمنسوب ده اللي اعتقد انه اعلى منسوب يسمح بتوليد الكهرباء هيتملي في خلال فقط تلاتين سنة ونضيف عليهم مثلا عشر سنوات كمان لانه هيكون فيه طبعا فاقد نتيجة البخر طول السنوات دي وهيكون فيه كمان بعض التصرف في الرمال يعني أربعين سنة فقط من توليد الكهرباء القوية وبعدها هنستمر في ملء المنخفض لكن بكمية أقل بكتير تعادل فقط كمية الماء الفاقد المتبخر من سطح المنخفض طيب هو ايه اكبر عائق بيواجه المشروع ده المشروع ده فكرة انك تحول المنخفض ده لبحيرة كبيرة دي حاجة مفيدة على كل حال ولا يسبب اي اضرار من التي يتوقحها البعض وهقول لكم ليه بعد شوية لكن ببساطة اكبر عائق بيواجه المشروع ده هو الفلوس التكلفة الباهزة عشان تحفر قناعة لعمق خمسين ومية وخمسين ومية متر تحت سطح الارض والسخور لمسافة ستين كيلو متر دي حاجة مكلفة جدا حسب كلام الخبراء ومحتاجة جهد جبار بسبب ارتفاع الارض الكبير جدا في المسافة بين البحر المتوسط والمنخفض وكمان هناك عائق الالغام يقولون ان المنطقة دي اللي هتمر فيها القناة هيكون فيها الغام كتير لكن عموما انت اصلا هتحفر تحت مستوى الالغام دي بعشرات الامتار وده ايضا زي ما قلنا صعب جدا ولو كانت جات على الالغام بس المشروع مفيد مش مشكلة الالغام يعني ممكن نتغلب عليها لكن لو استطعنا ملء المنخفض ده بمياه البحر المتوسط فما هي الفوائد والمنافع من ذلك غير توليد الكهرباء واللي هي مش هتكون كهرباء هاي لا يعني خصوصا بعد 40 سنة لما يمتلئ المنخفض بالمياه هل المنخفض سيتحول لمزرعة سماكية ضخمة؟ الاجابة لا لانك انت هتدخل مياه ملحة من القناة الضيقة دي وما فيش قناة اخرى تخرج منها المياه والمياه تتحول بعد 30-40 سنة لمياه شديدة الملوحة بسبب انه هيتبخر الماء من بحيرة المنخفض ويتبقى الملح فهتزداد ملوحة المياه تدريجيا حتى تتحول البحيرة لبحر ميت زي اللي في الاردن وفكركم ان البحيرة دي مش بتنزل عليها امطار الا قليل جدا في الشتاء انت اصلا من اول ما هتملاها فهتلاقي انه ملوحتها على الاقل هتوصل ضعف من لوحة ماء البحر المتوسط لان المنخفض اساسا مليان ملح ومتحوش ملح من عصور صحيقة طب ايه تاني ممكن نستفيده من بحيرة منخفض القطارة هل الماء المتبخر من البحيرة دي هيتحول لسحب وامطار تسقط على محافظات شمال الصعيد في الحقيقة لا لن يتحول الماء المتبخر الى سحب وامطار لانه ببساطة المنطقة دي من الكوكب ومن قرة افريقيا مش منطقة امطار لانه وجود مسطح ماء كبير بجوار ارضك او مدينتك لا يعني بالضرورة انه هتنزل عليها امطار عندك مثلا مناطق الصحراء المغربية هنا وفي موريتانيا فرغم ملاسقة هذه الاراضي للمحيط الاطلانتي الضخم الا انها جافة جدا وعديمة الامطار وعندك كذلك صحراء اتكامة في تشيلي في امريكا الجنوبية ستجدها ايضا ملاسقة للمحيط الهادي لكنها تعد الصحراء الاكثر جفافا في العالم اذا وجود البحيرة الصغيرة جدا دي بالمقارنة بمساحة المحيط هيكون تأثير المناخي محدود جدا وغير ملموس على مناطق وادي النيل في المينيا وقصوت وبنسويف والفيوم والصحراء الغربية عموما هتفضل صحراء في حالة وجود بحيرة المنخفض ومش هتغرق بالانطار ولا حاجة لكن طبعا البحيرة هتكون ملطفة لحرارة الجو بشكل بسيط على الوحيات البحرية لانها الاقرب للمنخفض وطبعا لو انشأت مجتمعات عمرانية جنوب المنخفض على سواحل البحيرة فهنا هيكون الجو لطيف جدا كأنه جو اسكندرية لانك هتكون على شواطئ البحيرة مباشرة لكن مش هيفرق في كمية الانطار باي شكل ملحوظ من الاخر كده النطاق ده اللي هو من دايرة عرض 31 لدايرة عرض 14 شمال خط الاستواء في قارة افريقيا النطاق ده مكتوب عليه مقدر له ان يكون جاف وصحراوي الى ان يشاء القدير العليم باي امر اخر ايه فايدة تانية المشروع منخفض القطارة دكتور خالد عودة كان قال انه المشروع ده هياخد مياه من البحر المتوسط فينخفض مستوى سطح البحر المتوسط فلا يزحف على الدلتة نسأل نفسنا اولا هل فعلا الدلتة في خطر وهل فعلا سواحلها تتآكل وهل المشروع ده هينقذها الاجابة على الاسئلة دي محتاجة فيديو لوحديها عشان نجاوب عليها ونناقش الموضوع ده ونشوف اذا كان ملء منخفض القطارة من مياه البحر المتوسط ممكن فعلا ينقذ دلتة النيل من الغرق ام لا طيب هل ملء منخفض ده بالماء سيسبب زلازل بسبب ضغط الماء الشديد الاجابة لا لن يسبب زلازل لانه ارضية المنخفض مضغوطة بالفعل من ملايين السنين يعني سبق تعرضها لضغط المياه لانها كانت ممتلئة بالمياه مسبقا فدي مش اول مرة هتتملي بالمية طيب هل ملء منخفض بالماء المالح سيفسد خزانات المياه الجوفية في الصحراء الغربية الاجابة ايضا لا كان افسدها من زمان لما كان المنخفض بالفعل مليان مياه ملحة دكتور خالد عودة قال انه في طبق الطفلة اسفل قاعة المنخفض لا تسمح بتسرب مياه المنخفض وانا مقتنع بكلامه في النقطة دي طيب هل ملء المنخفض سيفسد ويملح اراضي الدلتة طابعا لا لانه ببساطة مستوى الماء في المنخفض سيكون اقل كثيرا من مستوى اراضي الدلتة الزراعية كلها فحتى لو تسربت مياه المنخفض عبر الصحراء فهي لن تصعد للدلتة اطلاقا لانه منسوب الدلتة اعلى كثيرا من منسوب المنخفض شوف مثلا هتلاقي هنا ارض زراعية جنب البحر المتوسط مباشرة الارض الزراعية دي مية البحر المتوسط الملحة ما بوزتهاش ولا جارت عليها ولا ملحتها فما ينفعش نقول ان منخفض القطارة لو ملناه بالمية هيأسر على الدلتة اللي هي بعيدة عنه بمسافة كبيرة واصلا زي ما قلنا المنخفض القطارة منخفض عن الدلتة كمان تعال شوف هنا مثلا ارض زراعية ملاسقة لملحات بحيرة مريوت او بحيرة مريوت اهو زي ما انت شايف ما حصلش حاجة للارض الزراعي الارض الزراعية زي الفل وخضرة وانطلعها محصول ممتاز وجنبها على طول مية ملحة وده ما جاش على ده طيب يعني نعمل المشروع ام لا احسب هاو شوف توليد الكهرباء بالكمية دي لمدة 40 سنة هل هو مبرر لحفر قناة التكلفة العالية جدا والصعوبة دي لا اظن وايضا استخدامه كمزرعة سمكية مش هيكون ممكن كمان اقامة مجتمعات عمرانية حول البحيرة مش ضروري يعني احنا عندنا اكتر من 2000 كم سواحل حول البحرين المتوسط والاحمر واقامة المجتمعات العمرانية محتاجة بالضرورة لمياه شرب عزبة قبل كل شيء وليس بالضرورة لبحيرة شديدة الملوحة في وسط الصحراء يعني انت اصلا مش هتقدر حتى انك تحلي ميتها كده احنا مش فضلنا في الموضوع ده غير نقطة انقاذ الدلتا دي هنقشها في فيديو الوحديها ان شاء الله لانها طويلة شوية شكرا ليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة